السلام عليكم صباح الخير مساء النور وقت ما يلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم بألف صحة وعافية بإذن الله صلوا على سيدنا محمد عليها أفضل الصلاة والسلام سعيدة جدا أخواتي بلقياكم مجددا طبعا صفتنا اليوم كيكة المل عجب مل عجب من نوع آخر كيعته واحد شكل جميل جدا ورائع طبعا الكيكة اقتصادية جدا مكوناتها مجدف كل بيت بدت فقط كنت حصل على الوح الكيك اللي رائع يسفنجي خفيف ومشربوا معلكم ما شاء الله ولا أروع تبع الفيديو للآخر بلستفدو أكتر وإن شاء الله ستنجح معكم من أول تجربة إذا كنتوا قوموا مرة كتشوفوني أنا زين بأذكري على قناة وصفات لديدها هابي فود بصح فضل نويصة أمران إذا عجبكم فيديو دعموا باللايك أو اعجاب فيديو وإشتراك في القناة مع تفايل جرس هكذا باش توصلوا بجميع الوصفات إن شاء الله ما نطورش عليكم أخواتي نخليكم مع طريقة تحضير فرجة ممتعة ونبدأ بسم الله على بركة الله بالنسبة لأول حاجة نستعمل معكم هاد القالب الكيك طبعا كنين أنواع كتيرة بتاع القوالب ديال المل العجيب بالنسبة لهاد القالب فيه تقوب في الجوانب وكذلك هاد الزخرفة لي في الوسط كيكونوا نازلين بتحتي كيعتوح الشكل الجميل للكيك هنا أول حاجة كنحضروا القالب بتاعنا طبعا في أي كيك كنحضروا القالب بتاعنا كندهنوا جيدا بالزبدة من جميع الجوانب والفراغات كذلك جيدا ونضيف له واحد ملعقة كبيرة هكذا من الدقيق ونضوروا كامل في القالب حتى يتلبس لنا كله بالدقيق بهذا الشكل هذا وننفضوا تماما منذ الزوائد الدقيق باش كنتحصلوا على طبقة واحدة دقيقة من الدقيق كنحطوا جانبا ونكملوا لصفاتنا بالنسبة للمكونات الكيك اللي بسيطة جدا لديت نحبة من البيض اللي تيكون خارج من تلاجة قبل يعني تيكون درجة حارة الغرفة ونضيف كذلك كأس من السكر الخاشن أي سكر سنيدة بمقص كأس العنبا نضيف صاشي واحد من فانيلا حبيبات أو فانيلا سائلة تستعملوا ملعقة صغيرة طبعا اللي متوفر عندكم وهنا نخدمه غير بالطرب اليدوي هنا كنخدم الخليط بتاعنا جيدا حتى كتقربوا تحسوا بالسكر قرب يدبليكم وفي نفس الوقت اللون كيتفتح معنا يعني كيبقى غادي للأبيض بهذا الشكل هذا مباشرة كنضيف كأس إلا ربع من الزيت بنفس المقص الكأس اللي وزنت به السكر وولي كان وزنت به الزيت وكان وزنت به كذلك الحليب كنضيف كأس إلا ربع من الزيت ونخلط الخليط بتاعنا جيدا ومباشرة كنضيف كأس إلا ربع من الحليب اللي تيكون خارج من تلاجة قبل غير هنا اللقطة دي الحليب تحدفت لياه فمعليش نخلي لكم المكونات في صندق الوصف وكنخدم جيدا حتى كنتحصلوا على هاد القوام هذا كنجيب الغربة الأول من الخل وكنضيف 2 كؤوس من الدقيق الرطب متعدد للإستمالات أي الفورس كنضيف كده الكصاشي واحد من الخمرة الحلويات بيكين بوضر اللي كيوزن 7.5 جرام وكننخل الخالط بتاعنا جيدا بنفس الطريقة بالطراب اليدوي كنخدم الخالط بتاعنا جيدا حتى كندخل هاد الكمية الأولى وهنا تشوفوا معيش حنخدم معيه الدقيق من السوائل بالنسبة لهذا القالب را كيكون عالي فأنا استملت معكم مكونات اللي بسيطة جدا وقليلة بالحق تخرج كيكا ولا أرواح من بعد ما خدمت الخالط بتاعنا جيدا كنضيف نصف الكأس الثاني المتبقي يعني هي يخدم معكم 2 كؤوس ونصف من الدقيق الرطب متعدد للإستمالات أي الفورس وبنفس الطريقة كنخدمه جيدا حتى ما كيبقاش ليلح وبيبات ديال الدقيق كيف كتشوفوا معيه أخواتي كنتحصلوا لهذا القاوة مادة كترسموا رقم 8 أو خطوط ما كتنزلش معكم بسرعة بالنسبة للمكون اللي رائع جدا كنضيفو دائما في أي كيك هو ملعقة كبيرة من الخل أو ممكن تعودوها لما توفرش عندكم ملعقة كبيرة من عصر الليمون أي الحامض بصراحة كتعطي واحد لها شاشة الكيك يعني هذا كيعوض ذاك المحسن ديال الكيك فكيعطينا واحد لها شاشة اللي رائع جدا كندخله جيدا كنخدموه مزيان وهذا القاوة متحسننا له بالنسبة لآخر حاجة كنضيف شوكولاتة فيغميسيل يعني الشعرية ديالشوكولاتة بالنسبة لشوكولاتة فيغميسيل فلازم تكون جامدة لنفل المجمد من الأحسن هكذا باش ما كدوبش لنفل الكيك كتعطي حبة حبة إلا كانت في درجة حالة غرفة فاركت الدوب معاكم في الكيك وما كتحسوش بدل الكيك يعني كتعطي واحد لزخرافة رائع جدا هنا كنخدمها حاجة خفيفة فقط غير كندخله صافي وكنوقف وهذا مكان خواتي يعني مكونات اللي بسيطة جدا اقتصادية ورائعة وطبعا موجودة في كل بيت هنا مباشرة كنصب الخلط بتاعنا في القلب بتاع الكيك كنحاول نزيد الفوق شوية باش كيخرجوا لناد الفقاعات وكنقا نخبط القلب بتاعنا على سطحنا عمل هكذا باش كنت تخرج لنا الفوقاعات اللي بقينا اكتر مباشرة كندخلوا من الفرن اللي كيكون سخون قبل على درجة حرارة 150 يعني كنخليها التابلينة من تحت غير ما تفتحوش عليها الفرن لمدة 20 دقيقة الاولى باش ما تنزلش معاكم الكيك صافي كنخليها التابلينة من تحت سركتبليكم الجواني بتحمرت معاكم ومن بعد نفتح عليها من فوق تعطينا لون ذهبي يعني تقريبا الوقت اللي اخدت معايا 25 دقيقة من تحت وخمسة دقائق من الفوق بدمات حمر يعني 30 دقيقة من تحت والفوق وحنا تحصلنا عليها بهذا الشكلات ما شاء الله ركتطلع ولا اروع كتجربوها بالكوغضون طبعا تدوز 20 دقيقة الاولى في الفرن باش ما تنزلش معاكم كتجربوها بالكوغضون بهذا الشكلات الى خرجت ناشفة معاكم صافي كتفتحوا عليها الفوق وهنا نخليها حتى تبرد وندزون نشوفوا الصلصة بتاعنا بالنسبة للصلصة اللي زينت بهم الكيك يعني للامانة هنا استعملت زبدة للوتس واستعملت كذلك الزبدة هي الفسطق طبعا كيبقا تزيين على الحسب اللي متوفر عندكم هنا كل واحد اخدت منهم اتنين معلقة كبيرة من الزبدة للوتس ومن الزبدة للفسطق فهنا كنتدوبهم على النار اللي كيكون مهيلة جدا باش ما تتحرقش لنا يعني كنتدوب بسرعة فضفتهم في واحد الكسرولة حتى تدوبتهم جيدا وكندفهم في واحد البوش او اي بلاستيك متوفر عندكم او جيب حلواني يعني مني كتدوب كتعطي واحد اللون جميل وكتعطي واحد القوام ولا ارواح صافيك نحطهم في البوش او اي بلاستيك كيف ما قلت لكم وكنقطعوا الرأس بتاعهم حاجة خفية فاكدة باش كندينو بها الكيك بتاعنا بنفس الطريقة استعملت مع الزبدة للوتس بالنسبة لهذا الزبدة حتى تفق الكسرولة يعني حتى تفق حمام مائي خلي تحت دابت وضفتها في البوش بتاعي بنفس الطريقة بهذا الشكلادة وبنفس الطريقة يعني اكيد الفيديو موضح هنا كنت تحصل ما شاء الله على اثنين صلصة صلصة اللوتس وصلصة ديال زفدات الفستق اي بيستاج بالنسبة لقنش شوكولاتة انا استعملت قنش شوكولاتة كين عندي يعني موجود الكيك او الحلويات فا ما كنضيعوش قنش شوكولاتة طبعا سهل وبسيط شوكولاتة 50 جرام شوكولاتة مع ربع كأس من الحليب التي يكون مغلي فكتخلطوه جيدا كيدو بليكم كتخليه حتى كي يبرد كتحصل عليه بهذه الشكلاتة من هنا من بعد ما بردت لنا كيكا جيدا كنقلب الكيكا على الصحل التقديم وكتحصل عليها بهذه الشكلاتة ما شاء الله ركتطلع ولا ارواع طبعا هذا القالب اللي عندي قالب كبير فانا استعملت نصف المكونات اذا حبيتو تلعليكم بنفس القالب الكبير فكتضعفو الكمية جوجد المرات بنفس اللي استعملت انا هنا لتزيين الفراغات اللي تيكونوا في الجوانيب بهكدا زينتهم بالقانش شوكولاتة كتعطي منظر جميل وكدلك في الواسط وزينت بالخطوط هكدا خفيفة بالزبدة الفستق او البستاج وبنفس الطريقة استعملت زبدة اللوتس كتعطيه واحد المنظر اللي رائع جدا والمدق ما نحكيش لكم يعني ولا ارواع خليونا نقسمه مع بعدياتنا واحد المغصة باسم الله صدقوني ما شاء الله ركت تقدمه هي باردة لديدة بزاف بواحد المدق ولا ارواع بالاخرات من استعملت اليوم هات الصوصات زبدة اللوتس والفستق ما شاء الله رهيبة كيف تشوفوا معايا اخواتي يعني كيكا ناجحة 100% كتعطيه شيشة خفيفة واسفنجية وكدلك كيف ما قلت لكم لازم تستعملوها باردة هكدا باش متتزحش معكم في الكيكا كاملة هكدا كتعطيه منظر اللي جميل في حل تايجر كتعطيه منظر جميل وكتبقى صينة كيف كتشوفوا معايا حبيباتي ما شاء الله ركتجي بنينا بنا ولا ارواع سوى استعملتو صلصات او ما استعملتوش فالكيكا نفسها كتجي خاطيرا بنا عالميا انا معلية لا نقول لكم جربوها وانتو ما تكتشفوا المدق بتاعي ان شاء الله نتمنى حبيباتي بصديقتي لغالية هات الفيديو لنا الرضاء والاستحسن بتاعكم اكيد ان شاء الله نخليكم في امان الله وحفظه دمتم بألف خير الى فيديو قادم باذن الله سلام ترجمة نانسي قنقر